موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام رمضان كريم وخواتيم مباركة وإن شاء الله تعود علينا بالخير ما زال العالم يضطرب من حولنا وما زالت الزلازل السياسية تضرب منطقتنا العربية وما زالت المفاجآت تتوالى مجلس التعاون الخليجي يشهد انقساما غير مسبوك بعد أن أقدمت بعض دوله على محاصرة كطر مصر تشهد اضطرابا مكتوما على إثر بيع النظام لجزيرتي تيران وصنافير كما يقول المصريون لصالح السعودية في صفكة يعتقد البعض أن إسرائيل هي المستفيدة الوحيد فيها المسؤولون والصحف الإسرائيلية بدورها يشيدون بحصار كطر ويطالبون بإغلاق كناة الجزيرة وينوونهم بأنفسهم إغلاق بكتبها في القدس وكذلك يطالبون بتدمير حماس المؤسسات الأمريكية تعيش حال التناقض غير مسبوكة بين مؤسسات الدولة العميقة وإدارة ترامب غير المكتملة إلى الآن المعركة مع الانقلاب في اليمن تشهد غموضا في مواقف الداعمين وتشهد خذلانا للشرعية إلى حد كبير كل هذا وغيره يعني يدل على أن زلزال الربيع العربي ما زال يضرب حتى الآن حلكة اليوم هي حديث في سياقات هذا المشهد ومآلاته أو فيما يمكن أن نسميه اللعبة الكبرى في الشرق الأوسط هذا المصطلح الذي تم استخدامه قبل مئة عام تكريبا عندما تم تكسيم الشرق الأوسط بين الدولة الاستعمارية الكبرى آنذاك تعالوا كونوا معنا ما الذي يجري في الوطن العربي؟ لا شيء إنها الثورة المضادة الثورة المضادة للربيع العربي هذا هو الذي يجري الثورة المضادة التي أصبح طموحها ليس فقط إرجاع الأنظمة الفاسدة التي أسقطها الربيع بل إنشاء شرق أوسط جديد شرق أوسط تحكمه إسرائيل شرق أوسط تنتهي فيه فكرة الوطن العربي ويصبح مجرد منطقة عربية أو منطقة شرق أوسط وتنتهي فيه الأحلام الأحلام العربية الكبيرة أحلام الوحدة وأحلام ومشاريع الديمقراطية العربية وتنتهي فيه أو ينتهي فيه حديث الحقوق والحريات هذا هو الشرق الأوسط الذي يتم التخطيط له الآن ما يجري الآن هو مجرد تصفية للملعب من العوائق التي تكف أمام طموحات الثورة المضادة وقد حددت الثورة المضادة خصومها أو خصوم مشروعها الجديد بكل وضوح خصومها هم النظام القطري وقناة الجزيرة النظام التركي الإخوان المسلمون بشكل أساسي هؤلاء هم خصوم الثورة المضادة هؤلاء هم خصوم مشروع الشرق الأوسط الجديد كما تقول أبواك الثورة المضادة ولابد من التخلص من هذا الثلاثية المزعج كطر الإخوان تركيا يعتقد البعض يعتقد بعض أعضاء الغرفة الصهيونية الذين يديرون المشهد أنهم قادرون على تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط إذا تمكنوا من أمرين الأول إنهاء القضية الفلسطينية عن طريق تسوية تفرض بالقوة على جانب المقاومة الفلسطينية والأمر الثاني التخلص من الجماعات والأنظمة التي تعرقل هذه التسوية ويعتقدون أن هذا الأمر أصبح ممكن الآن أكثر من أي وقت مضى وذلك لأن معظم الأنظمة العربية الآن أصبحت في جيب إسرائيل لا يوجد قوة يمكنها عرقلة هذا المشروع الآن هكذا يتصورون الشعوب العربية تم سحقها بعد ثورات الربيع العربي بطريقة ممنهجة بالحروب والتجويع والترويع أردوا تأديب هذه الشعوب التي خارجت للمطالبة بحقوقها والجماعات التي تمتلك القدرة على المعارضة والمقاومة وهي الجماعات الإسلامية وهذه تم تطويقها وتهديدها باختراع مخابرات اسمه الحرب على الإرهاب ونظام السياسي الذي سيبدي أي معارضة لمشروع الشرق الإسرائيلي الجديد سيجد نفسه في مرمى نيران الجميع خطة محكمة ومدروسة بعلاية لا بد أنها أخذت الكثير من الوقت والجهد في الغرف المغلقة هناك حيث يضطخون المؤامرات ولا بد أننا سنشهد المزيد من الأحداث الدرامية العجيبة خلال الأيام القادمة لأن الأحداث وصلت إلى النقطة اللعودة الحصار على كطر لا يمكن أن يعيد المياه إلى مجاريها في الاتحاد الخليجي دول مجلس التعاون لا بد أن الأمور ستنضي إلى تصعيد كبير دعونا نتركب ونشاهد ما الذي يمكن أن نصل إليه في الأيام المقبلة قبل أن نمضي في الحديث عن ما يجري وعن بآلاته المستقبلية المتوقعة دعونا نرجع خطوة إلى الوراء لنتأمل خارطة الشرق الأوسط قبل أحداث الربيع العربي تتأمل خارطة الشرق الأوسط قبل الأحداث لماذا؟ لأنها ستعيننا على فهم ما يجري الآن بصورة أفضل قبل الربيع العربي كانت دول المنطقة دول الشرق الأوسط الكبير تتوزع على محاور سياسية أربعة أربعة محاور سياسية كانت موجودة في كانت الدول تتوزع على في المنطقة المحور الأول هو محور الأنظمة العربية التقليدية ويهي بطبيعة الحال أنظمة فاسدة مستبدة ومعادية لمشاريع الديمقراطية معادية للحقوق والحريات معادية للتطلعات الشعبية وعلى هذه الأنظمة طبعاً قامت ثورات الربيع العرب هذا محور أول المحور الثاني هو ذلك الذي يسمي نفسه محور الممانعة للمشروع الصهيوني وهو محور طائفي يعني طائفي انتهازي تقوده إيران لتحقيق أجندة فارسية وطائفية تتخذ من القضية الفلسطينية حصان تروادة لتحقيق مآرب غير شريفة حصان تروادة للدخول إلى المنطقة العربية لاختراك المنظومة العربية واختراك الأمة العربية نفسها وهذه حقيقة انكشفت انكشف هذا المشروع بوضوح بعد ثورات الربيع العربي عندما ذهبت إيران تحرف مسار هذه الثورات وتستغلها لتوسيع نطاقها المذهبي وتصدير ثورتها الطائفية على حساب العرب كنا نظن أن إيران لديها مشروع مشروع مقاومة بعد ثورات الربيع العربي اتضح أن مشروعها هو اختراك المنطقة العربية وهذا أسهم في إفشال ثورات الربيع العربي بكل ما تحمله هذه الثورات من معاني الخير للمنطقة العربية يعني كانت إيران جزءا من الثورة المضادة للأسف وبكل ما تحمله هذه الثورات العربية من وعود للكضية الفلسطينية تم إجهاضها المحور الثالث في المنطقة هو محور الكيان الصيوني المدعوم علنا من الغرب ومدعوم سرا من بعض الأنظمة العربية المتصاينة التي بدأت تتكشف الآن هذا محور ثالث المحور الرابع هو محور جديد إلى حد ما كان في البداية يعني في بداية تشكلة هذا المحور هو محور المشاريع الديمقراطية في المنطقة طبعا تركيا تكف على رأس هذا المحور وحيدة وحيدة ومتوحدة إلى ما قبل ثورات الربيع العربي تحديدا ومع انطلاق هذه الثورات تبين أن هذه الثورات تحمل وعد بمشاريع ديمقراطية حقيقية وفعلا يعني بدأت هذه الثورات في إنتاج مشاريع ديمقراطية في مصر وفي تونس تحديدا في مصر وتونس لأنه جرت انتخابات ديمقراطية حقيقية ربما لأول مرة في الوطن العربي وهو هذا هذا أمر دفع تركيا إلى مناصرة هذه الثورات والتحالف معها أو مع دعميها لماذا؟ لأنها ستعزز مكانة تركيا في المنطقة وستعزز مكانة المنطقة عموماً وهو الأمر الذي لا يمكن أن ترضى به المحاور الأخرى لماذا؟ لأنها تعتقد أن صعود محور الديمقراطيات سيؤدي إلى زوالها أو إضعافها ولهذا بدأت هذه الأنظمة المهترئة في الوطن العربي بدأت في موجة مؤامرات على الربيع العربي وعلى داعمي الربيع العربي قلنا لكم من قبل إن ما يجري في منطقة الشرق الأوسط الإسلامي أو منطقة الشرق الإسلامي مرتبط إلى حد كبير بصعود تركيا الجديدة خلونا نقول أن تركيا الحديثة هي تركيا تاتورك تركيا الجديدة هي تركيا أردوغان هذا الصعود ولد مخاوف مخاوف لدى الغرب ولدى القوى الإقليمية الغيورة غيورة من هذه التجربة الناجحة وقد زادت هذه المخاوف أضعافا مضاعفة بعد ثورات الربيع العربي التي كانت ستعزز من مكانة تركيا كما قلنا في المنطقة العربية من ناحية وسيعزز من مكانة الدول العربية في مواجهة المشروع الصيوني والمشروع الفارسي من ناحية أخرى هذا ما كانت ستحدثه الثورات العربية تعزز الموقع التركية تعزز الموقف الوطن العربي في مواجهة المشروعين الصيوني والفارسي والطائفي بكل أشكاله وكان لابد أن يتحرك جميع المتضررين لعمل شيء ما ليس من باب المصادفة طبعا أن كل من مشروع الشرق الأوسط الحديث مشروع الشرق الأوسط الحديث هذا مشروع قديم يعني من بائة عام هذا المشروع الذي فرضته الدول الاستعمارية في العقد الثاني من القرن العشرين كان اسمه مشروع الشرق الأوسط الحديث ومشروع الشرق الأوسط الجديد الذي تفرضه الدول الاستعمارية الجديدة ليس مصادفة أن المشروعين يأتين في لحظة زمنية لها علاقة بالوضع في تركيا يعني كان دائما عندما يتم تصميم خريطة الشرق الأوسط كان لابد أن يكون في تركيا حاضرة من المعلوم أن الشرق الأوسط الحديث زمان تأسس في لحظة أفول الأمبراطورية العثمانية وظهور تركيا القومية قبل مئة عام كما قلنا بالتمام والكمال ومن الملاحظ أن مشروع الشرق الأوسط الجديد الآن يأتي في لحظة صعود تركيا إذن مشروع الشرق الأوسط الحديث رافق سقوط الخلافة العثمانية مشروع الشرق الأوسط الجديد رافق صعود تركيا الجديدة وتراجع مع تكدم في تركيا العثمانية وتراجع تركيا القومية مما يشجع على قول أن تركيا هي العامل الحقيقي في التأثير على ما يجري في منطقة الشرق الأوسط صعود تركيا الجديدة وثورات الربيع العربي ولدت ظروف تهدد بكاء الأنظمة التقليدية الفاسدة والمستبدة في المنطقة فما كان من هذه الأنظمة سواء أن ذهبت تحتمي بحضن إسرائيل هذا كان خيارها الأخير تحتمي من من؟ من شعوبها من طموحات شعوبها هذه الأنظمة هربت من استحقاكات هذه الشعوب إلى حضن إسرائيل لكي تؤمنها المنظومة الصيونية تضمن لها البقاء وهكذا خلال أسابيع قليلة ماضية أصبحت إسرائيل معروفا وأصبحت حماس والإخوان من ورائها أو حماس والإخوان ومن ورائهم كطر وتركيا هي المنكر خلال الأسابيع قليلة أصبح العرب يتحدثون من شاشات التلفزيون الإسرائيلي وأصبح المسؤولون الإسرائيليون يستشهدون بالصحف العربية لإدانة المقاومة الفلسطينية وأصبح ترامب يبشر نتنياهو بأن ملوك العرب قد أصبحوا في الجيب نشوف ترامب هو بيبشر نتنياهو بهذه البشارة العزيزة أصبحوا في القرآن وعلى ساودية وعلى أخرى وعلى أمور وعلى أمور ومعهام وعلى أمور وعلى أمور وعلى أمور ولكن أرى مريد إليه وعلى أمور وأن أكثر من هذا ولكن أكثر من ما يحدث معه هكذا وجدت الأنظمة العربية العتيقة أن أفضل وسيلة لحماية نفسها هي الاعتراف بإسرائيل كما قلنا حماية نفسها من 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 الشعوب التي ضاقت بها وبفسادها واستبدادها من الشعوب التي ذاقت الأمرين ولا تتوقف عن المطالبة بحرياتها وحقوقها المشروعة ولولا خوف هذه الأنظمة من شعوبها لوقفت في وجه كل الأطماع الأجنبية سواء كانت فارسية أو غير فارسية حتى لو كانت أمريكا لو كانت هذه الأنظمة متأكدة من شعبيتها لدى جمهورها لا وقفت في وجه العالم كله لكن دول الخلج مثلا والدول العربية عامة تخضع للابتزاز الأمريكي بسهولة في حين أن إيران تدير معركتها مع أمريكا بطريقة استثمارية أخرى لماذا؟ لأن النظام الإيراني لا يخشى أمريكا لماذا لا يخشاها كما تخشاها الأنظمة العربية؟ الجواب ببساطة لأنه كما نقلنا من قبل عن باحث أمريكي متخصص قال أن مشكلة إيران هي أن الشعب ملتحم بالقيادة بغض النظر عن سلبيات هذه القيادة ومشاكلها التي بلا حصر لكن هناك شعب يكف وراء كيادتي وهذا يصحب التفكير في إزاحة النظام بالطرق المسلحة كما يقول هذا الباحث الأمريكي للأسف هذه حقيقة نحن مضطرون للإعتراف بها الأنظمة العربية مضطرة للارتهان للأجنبي الخضوع لإملاءاته وابتزازة لأنها أنظمة هشة لم تحصل على مشروعية وجودها من الأمة التي تحكمها من الشعوب التي تحكمها حصلت على مشروعية وجودها من الأجنبي الذي نصبها ولهذا الاستعمار يفعل ما بوسعه لحماية هذه الأنظمة من السقوط ويتأمر على الشعوب الشعوب التي تحاول إصلاح هذه الأنظمة أو إزالتها للتغيير تعالوا نستمع إلى ترامب مرة أخرى وهو يتوحد دول الخليج في صورة من صور الابتزاز الأمريكي للحاكم العربي ابتزاز القيادة الأمريكية للأنظمة العربية التي لا تجد يعني لا تجد لها أساس شعبي يحميها هذه واحدة من إطلالات ترامب الابتزازية لدول الخليج العربي نستمع إليه صدقوني دول الخليج لا تملك أي شيء لكنها تملك الأموال سأجعلهم يدفعون الأموال لدينا دين عام يقدروا بتسعة عشرة تريليون دولار ولن ندفع أموالاً عن هذا لا تنسوا دول الخليج من دوننا ليس لها وجود عندما نقول أن الديمقراطية تضمن تقدم الأمم وحماية مقدراتها فإنما نعني هذا الكلام نعني أن الديمقراطية تضمن تماسك الجبهة الداخلية فلا يستطيع أحد تهديدك إذا كانت جبهتك الداخلية متماسكة لماذا؟ لأن الديمقراطية ترضي الجميع تجعل البحكوم راضية عن الحكومة والحكومة المستندة إلى الشعب آمنة مطمئنة لا تخضع للابتزاز الأجنبي لأنها جاءت من قبل الشعب والشعب لديه دستور ديمقراطي كل فئات الشعب راضية به ما فيش فئات مضطربة كلكة تطالب بحقوقها في المجتمعات الديمقراطية كل الفئات الشعبية وكل القوى حصلت على حقها ومن ثم من حق الحكومة أن تستمر من حقها أن تكون قوية في مواجهة أي نظام وتلك هي معركتنا في الحقيقة مع الغرب الاستعماري الغرب الاستعماري لا يريدنا أن نحصل على هذه الصيغة الصيغة السحرية صيغة الديمقراطية التي تجعل من دولنا جبهاتنا الداخلية متماسكة وتجعل من أنظمتنا السياسية متماسكة وكوية في مواجهة الأجنبي هو يريد أنظمة ضعيفة محتاجة لحمايته ولذلك هو يحرمنا من وصفة الديمقراطية التي احتكرها لنفسه لأنها بضاعة جيدة احتكرها لنفسه ومنعها عن الشعوب التي يريد استغلالها واستغلال ثرواتها أعزائنا سنذهب لفاصل قصير ثم نعود لاستكمال حديثنا مرحبا بكم من جديد بعدما أصبح المشهد واضحا بصورة غير مسبوكة المخططات واضحة العملاء واضحون المستفيد واضح أصبح السؤال الملح هو هل ستنجح هذه المخططات أم لا هل فعلا سندخل الحكمة الإسرائيلية كما هو مخطط لنا؟ بالنظر إلى ظاهر المشهد فإن الإجابة نعم هل المخطط سينجح؟ سيتم الاعتراف بإسرائيل ودمجها في نسيج المنطقة؟ ستحصل إسرائيل على ما تمنته طوال 75 سنة مضت منذ تأسيسها؟ ستحصل أمريكا على جزية وافرة من ثروات المنطقة؟ سيحدث هذا بالنظر إلى الظاهر أما القوى المناهضة لهذا المشروع وهي في الأساس قوى إسلامية فستتعرض لتطويق دولي واسع يجبرها على السكوت أو القبول بصبقة خاسرة ولن يكون في مقدور دولة أو اثنتين مواجهة العالم إذا كرر هذا الأخير إنضاء رغبته وسنكون حينها أمام أكبر عملية اقتصاب في التاريخ اقتصاب لإرادة شعوب لكن هذا كما قلت بالنظر إلى ظاهر المشهد ونحن نعلم أن العالم أكثر تعقيدا وتركيبا من هذا الظاهر ليس من طبيعة الأمم أن تتفق على كل شيء الله خلق صمم العالم بهذا الشكل بحيث أنه يظل هناك تنازع هناك مصالح متناكضة بين الدول الكبرى وبعضها بين الدول الإقليمية وبعضها وهناك أيضا عوامل داخلية أخرى يمكنها أن تحرف مسار السياسات ومثل ما شاهدنا مفاجآت في تبدل العلاقات خلال الأسابيع الماضية قد نشهد مفاجآت في تبدل مسار المخططات الكبرى ولم لا؟ في الحرب عموما وفي السياسة لا يمكنك أن تتنبأ بنهاية حدث إذا أطلقته ويبكى الرهان الحقيقي على الوعي الذي تشكل لدى الشعوب المنطقة هذا هو الرهان وقد دلت الأحداث على أننا شعوب واعية مدركة لما يجري من حولنا مدركة لطبيعة المخاطر التي تحدك بنا وإن كان البعض طبعا يغلط نفسا لدواعي نفعية أحيانا في نخبة أحيانا تغلط نفسها ويفهمها طبعا هناك سيناريوهات عديدة يمكننا أن نتخيلها للمستقبل كل واحد من هذه السيناريوهات له مؤيدات في الواقع وشواهد لكن السنوات القليلة التي مضت أكنعتنا أن المنطق هو آخر من يعمل في المشهد لم يعد هناك شيء منطقي الناس العاديون والنخب يقولون ذلك لم يعد هناك شيء منطقي ولا جدوى من يعني التعويل على المنطق في فهم ما يجري على ما يجري هو أشبه بفلم هندي ليس له عقل ولا منطق فانتازيا من كان يتصور أن الملكية في اليمن مثلا ستطل برأسها من جديد بعد خمسين عاما من دفنها من كان يتصور أن يحدث في سوريا ما حدث من مآسي على هذا النظام الحاكم من كان يتصور أن إيران ستصيدر على ستهيمن على الدول العربية مثل العراق وسوريا واللبنان واليمن من كان يتصور أن الإمارات سيصبح لها هذا الدور التخريبي في الوطن العربي من كان يتصور أن يفوز شخص مثل ترامب برئاسة الولايات المتحدة أو أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي أو أن يتفكى كالاتحاد الخليجي وغير وغير عشرات الظواهر والأحداث التي تثير الحيرة والعجب وتدل على أن يجري أو على أن يدور في الغرف المغلقة كثير وكبير للغاية إذا كان المشهد أمام المراكبين مليء بالتناقضات وبالمشاهد المحيرة فهذا يدل على أن الذين يطبخون المشهد في الغرف المغلقة يعني يتعاملون بشكل جيد اليمن بالطبع أصبحت جزءا من هذا الملعب الكبير واليمنيون هم أضعف اللاعبين فيه للأسف الشديد طبعا ثلاثة وثلاثون عاما من حكم المخلوع صالح أضعفت اليمن ومزقته وجعلته لكمة سائغا لأصحاب المطامع من كل لوم مطامع أكليمية مطامع دولية إلى آخره ثلاثة وثلاثون عاما وعلي عبدالله صالح يقوي نفسه ويضعف اليمن ثلاثة وثلاثين سنة وهو يبني مشروعه ويهدم مشروع اليمن الكبير طبعا هذا الصنف من الحكام يعجب بعض القوى المتنفذة في الإقليم والعالم لماذا؟ لأنه يوفر لها خدمات ويوفر لها مصالح لا يوفرها عادة الحاكم الشريف المخلص الوطني ولهذا تعمل هذه القوى إقليمية أو دولية على حماية عميلها الصغير بطرق كثيرة وسرية عموما نحن في اليمن مصيرنا مرتبط بمصير الإقليم إلى حد كبير واللاعبون الأساسيون في الإقليم إما غارقون في سوء أعمالهم أو أنهم فقطوا البوصلة ومن علامات هذا التخبط أنهم تعمدوا إضعاف قوى الشرعية اليمنية طوال الوقت الماضي بطرق كثيرة بل أنهم أضعفوا حتى اتحادهم الخليجي نفسه وهذا ينذر باتجاه المنطقة إلى المزيد من الاضطراب والقلق طبعا القائمون على الخراب يعتقدون أنهم مسيطرون على المشهد وأن بإمكانهم إعادة ترتيبه كما تهوى أنفسهم وكما تطلب مصالحهم وهم يتصرفون بعقيدة أن الشعوب هي أضعف طرف هذه اللعبة ولذلك لا يبالون إذا كانت هذه الشعوب شعوب المنطقة العربية رافضة أو غاضبة من أفعالهم هذا لا يهم المهم أن ترضى عنهم القوى العظمى أمريكا وأن يكون لديهم المال الكافي للعبة القمار الكبيرة التي يمارسونها الآن الثورة المضادة للثورة العربية الكبرى تراهن على عدد من عناصر القوى لديها العنصر الأول هو المال ثروات الشعوب التي سيطرت عليها عائلات معينة هذه الثروات تعبث الآن بمصير العرب جميعا العنصر الثاني هو شريحة المرتزكة والمنتفعين التي استثمرتها أنظمة الفساد التي ثرنا عليها هذه الشريحة تمتلك من الخصة وضعف الضمير والخبرة في المكر والفساد أشياء الكثير ويمكننا أن نطلق على هذه الشريحة اسم الشريحة الدحلانية نسبة إلى صاحب أسوأ سمعة في المنطقة الآن دحلان أما العنصر الثالث الذي يتم استغلاله أو الذي تراهن عليه الثورة المضادة فهو المخاوف الأجنبية من القوى الأساسية في الثورة العربية مثل مخاوف إسرائيل والصهاينة من الربيع العربي الذي تابع القنوات أو النشاطات الإسرائيلية خلال العام الأول من الربيع العربي يدرك إلى أي مدى كانت إسرائيل متخوفة جدا من ثورات الربيع العربي وعكدت أكبر مؤتمرات لمناكشة الوضع آنذاك في السنة الأولى حشدت مجموعة كبيرة من الخبراء الإسرائيليين للحدث عن مصير إسرائيل على ضوء الثورات الربيع العربي ما الذي ستواجه؟ الجميع أكد أن إسرائيل أمام مشكلة كبيرة إذا نجح الربيع العربي جميع باحثيهم تعالوا نستمع إلى مقطع صغير أو قصير من كلمة لباحث واحد من الباحثين الإسرائيليين وهو إيهود يعاري ماذا قال عن ثورات الربيع العربي؟ ما جرى في الدول العربية ليس آثارا فحسب الغيمة كبيرة تلبد سماء الشرق الأوسط حيث يصعد الإسلاميون إلى السلطة دون تخطيط مسبقة إن فوز الإخوان المسلمين في الانتخابات في مصر وضعهم في مواجهة معضلات كثيرة بيد أن ما حدث في الدول العربية كبير أيضا حيث بدأ العربي يشعر لأول مرة بأنه مواطن وأن الشعوب العربية بدأت تتحسس قوتها بفعل ميادين التحرير بالإمكان القول إن المسلمين يوحدون صفوفهم في مواجهة إسرائيل هذه هي العناصر التي تراهن عليها الثورة المضادة فهل مقدر لها أن تنجح يا ترى؟ وعلى ما ستراهن الشعوب العربية التواقع للتغيير الشعوب التي دفعت كلفة التغيير عالية باهظة جدا الإجابة على هذه الأسئلة طبعا تتوقف على إجابة أسئلة أخرى مثل إلى أي مدى يستطيع نظام السيسي مثلا أن يكتم على أنفاس الشعب المصري إلى أي مدى تستطيع الثورة المضادة في اليمن أن تهدر تضحيات اليمنيين هل فارت هذه الشعوب لكي تدخل مرة أخرى فيكمكم الحكم الفاسد المستبت؟ هل هذا معقول؟ هل معقول كل هذه الجهود والتضحيات تتبخر؟ وهل تتكاتف القوى الدولية والإقليمية ضد تطلعات الشعوب العربية؟ طبعا الناس المتعبين الناس المرهقين المسحوقين الفقراء الذين جنت عليهم الثورة المضادة لم يعودوا مستعدين لسماء التحليلات السياسية الناس يريدون الاستقرار بأي شكل وهذه هي النهاية التي أرادت الثورات المضادة أن توصلنا إليها هذا ما أراد أعداء الشعوب أرادوا أن يكفر الناس بفكرة التغيير أرادوا أن يجعلوا الأوضاع تصير في خط الانحدار لكي تقول للشعوب شوفوا نتيجة تطلعكم للحرية والكرامة هذه هي النتيجة يريدون للشعوب أن تصرخ كفرنا بالتغيير والثورة وآمنا بما تريدون موافقون على الاستبداد والفساد المهم أن نعيش في الحد الأدمى من الاستقرار يقايضون هذه الشعوب بين كرامتها وحريتها أو الفوضى لكن طبعا المشكلة أن الاستقرار لن يأتي عن طريق مزيد من الاستبداد والقهر الذي تمارسه الثورة المضادة على الشعوب لو كان الاستبداد ينجح فعلاً في إسكات الشعوب ما حدثت الثورات في أكثر البلدان استبداداً وقمعاً الشعوب مثل الهواء لا ترى صحيح لكنها ممكن تحدث انفجارات ضخمة إذا وضعت هواء في الضغاط وسخنته على المواجع والآلام والفكر والجوع والاضطهاد فانفجر في وجهك الضغاط الشعوب هكذا مثل الهواء مثل ضغط الهواء لا ترى لكنها موجودة في لحظة من اللحظات لا ترى في عين الحاكم طبعاً لا ترى في عين الحاكم المستبد لكنها موجودة ولا أظن أن الأمور ستستتب لصالح الاستبداد والثورة المضادة أظن أن الأيام القادمة السنوات القادمة تحديداً ستشهد تغيرات كبيرة وعجيبة كل ما علينا هو أن نتمسك بخيط الأمل بل بحبل الأمل إن شاء الله وننتظر ونصابر في سبيل الحصول على حقوقنا ثم ننتظر ما ستسفر عنه الأيام القادمة و نتيجة ثمرت صبرنا وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله إلى هنا تنتهي حلقة اليوم أرجو أن ألقاكم في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر